السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن Duct Duct Smoke Detector ده عبارة عن حساس بيركب داخل مجاري التكييف حساس بيركب داخل الدكتات أو مجاري التكييف فإحنا بنسميه Duct Smoke Detector Duct Smoke Detector هو عبارة عن Smoke Detector بس بيكون خاص بمجاري التكييف أو الدكتات الخاصة بالتكييف بنركبه فين؟ بنركبه غالبا على الريتيرن الخاص بالتكييف وممكن نركب تمام على الصبلاي بعد المكينة مباشرة تمام ممكن اركب او ازود واحد عند مدخل الهواء بعد المكينة بتاعت التكييف او الموتور تمام علشان لو فيه اي حريق في المكينة نفسها ببدأ اعرف وتمنع وصول الدخان لتمام باقي الغرف وبالتالي احنا بنركب الشكل اللي قدامنا ده ده شكل الدكت سموك دي تكتور احفظ معايا اسمه ايه دكت سموك دي تكتور هو عبارة عن الجزء ده اللي بيركب بره يعني الحتة دي اهي بيركب بره بيبقى فيه بروب البروب ده اللي هو الدراع ده تمام بيبقى راكب جوه الدكت احنا لو بصينا هنا على الصورة دي اهو كبرنا شوية هتلاقي ده الجزء الخاص بالدكت سموك دي تكتور والبروب بتاعه تمام بيكون داخل جوه الصاج او جوه الدكت عشان ينزر او يمنع انتشار الحريق داخل تمام الدكتات الخاصة بالتكييف يبقى الدكت دكت سموك دي تكتور هو عبارة عن سموك دي تكتور حساس دخان تمام او كاشف دخان بيركب داخل مجاري التكييف او الدكتات غالبا بيكون على الهواء الراجع اللي هو الريتيرن اير وفايدته انه هو يبدأ يعمل لي الارم لو حصل اي دخانة داخل الدكت الخاص بالتكييف زي ما احنا شايفين هنا مثلا فيه نار هنا او فيه فاير هو راكب هنا فهيبدأ يدي الارم للكنترول بانل انه والله فيه حريق داخل الدكت او داخل مجاري التكييف بيركب البروب بتاعه داخل الصاج بيكون هو راكب خارج الدكت نفسه او خارج الصاج يبقى مربوط بلوحة الفاير الارم ولو حصل اي الارم بيديني الارم على اللوحة وبالتالي اللوحة بتدي الارم على الجرس او البل او وسائل الانذار اللي هي الاوتبوت يونت يبقى مهم جدا في الفيديو ده ان احنا خدنا الدكت سموك دي تكتور واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانذار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته